ضروري من معرفة نوع الأطعمة التي سنعطيها لطيور الباجي طعام الطيور هو الشيء الرئيسي الذي سيبقيهم على قيد الحياة لفترة طويلة نعلم جميع أن عمر باجي يتراوح ما بين 4 و 6 سنوات ولكن عندما تحصل على طعام مناسب ومكان نظيف العيش فإن عمرها يمتد من 12 إلى 15 عاما لكن فضلا وليس أمرا شاهد الفيديو بالكامل وين يستفد لا تنسى دعمي بلايك وانتشارك بالخناة تتطور معرفة تغذية الطيور يوميا ويرجع ذلك إلى زيادة معدل فائدة على حياة الطيور مثل جميل حيوانات الأخرى تحتاج إلى كمية جيدة من الكربوهدرات والدهون والبيطامينات والفروتينات والمعادن يحتاج الببغة أيضا إلى كل هذه الأشياء ليعيش حياة أفضل ويختلف نوع الطعام بالنسبة له على سبيل المثال يمكن أن يطعم الباجي البر نفسه عن طريق تناول أي شيء من الأرض مثل العشب والحبوب ولكن عندما يتعلق الأمر بإطعام باجي في المنزل يتجنب أصحابه النظر في متطلبة هذه الأطعمة يجب مناقشة أمام مختص أو خبير والذي لديه أبحاث واسعة حول أغذية الطيور يمكن أن يكون طعام الطيور من الخضار والحشرات وغيرها من البذور كذلك يمكن إعطاه أي شيء يأكله وسوف يرحب بكل نظام غدائي ويأكله يجب أن تتأكد من الطعام صحي عند إطعام لهم على الرغم من أن الباجي يمكن أن يأكل حشرات ولكن لا تحاول إعطاءها أشياء غريبة مثل اللحم فلن يخضمه الحليب ليس من النوع الجيد للطيور تجنب إعطاءه لهم من المرجح أن يأكل الباجي كل شيء تقريبا مثل الموز التفاح، الزبيب، المانغو، البتيخ وجميع الأصناف كالعنق والخوق والمرتقال والكراج والكانثري بعد إزالة البذور والعديد من الفواكه الأخرى الباجي ليس مخلوقا صعبا عندما يتعلق الأمر بالتغذية يمكن أن يأكل أي شيء تقدمه ولكن الأمر مطرق لك لإعطاء تلك الأشياء التي لن تتسبب ضررا أو لن تسبب ضررا لطائرك الأليف يجب أن تكون الخضروات والفواكه الخضراء من 20 إلى 25% من النظام الغذائي اليومي ولكن ليس أكثر من هذا الرقم هناك الأفوك النباتي الخضراء يمنع منعا كليا إعطاه للطيور لأنها تعتبر مادة ساما لهم وتقتلهم على الفور يجب غسل جميع الفواكه والخضروات من أي مواد كيميائية سامة عليها قبل إعطائها للطيور كغداء كما يجب تقطيع كل شيء إلى قطع صغيرة كي يسهل على الطيور أكلها وعضوا وابتلعوها بسهولة ليس من الضروري تقشير أي فاكهة أو خضروات يستمتع البارجي عند تقديم الفاكهة والخضروات في أطباق منفصلة لاحظ دائما ما إذا كان طائرك الأليف يكتسب وزدا لأنه يمكن أن يقلل من عمره الماء أعلم أنك يجب أن تفكر في سبب ذكر الماء هنا لأنه من الشائع جدا توفير أي شيء بالماء لكنك هل تعلم أنه ينسى كل ثلاث الأشخاص من بين عشرة وضع الماء في القفص يوميا لذلك من المهم جدا وضع الماء مرة في الصباح ومرة في المساء لتأكد من ضافة الماء يحب الباج أيضا الواجبات السريعة مثل بعض المراهقين لكنه ليس طعام رائعا لكليهما يمكن وضع جزء من الخيار أو الطماطم في القفص أثناء وجود طيورك في الخارج البازلاء وجزر والذر الحلوى والمنفوف والبطاطا الحلوى والقرنريط هي أيضا المفضل الببغاء في نظامهم الغذائي تأكد من غسل السلطات قبل تقديمها لهم يعد إطعام الباجي بالبودور خيارا جيدا لكن عدم اتباع أي نظام غذاء حكيم البودور سيقصر عمر الببغاء كثيرا لا تحتوي معظم خلطات البودور على التغذية الكافية التي تعتبر حاجة أساسية للباجي ومن ثم يمكن أن ينتهي بالتسبب في الإصابة بمشاكل صحي أخرى نحن غنى عنها إذا كان لديك طائر أليف فيمكن الحصول على فكرة لماذا ذكرت هذا النظام الغذائي تحب الحيوانات الأليف أكل شيء يأكله صاحبها لذلك عند إعطاء الببغاء بيضة مسلوقة سنملأها بكميات كبيرة من الفروتين وهي تختلف عن النظام الغذائي غير الرسل حتى لا يمل الببغاء أو لا يمل الباجي من الطعام وثانيا فهو مفيد لصحته لكنه لا يجعله معتادا على هذا النظام أو على هذا الطعام كثيرا لا تطعم الباجي أبدا بنفس الطعام كل يوم ولا تغير نوع الطعام مرة واحدة معدة الباجي حساسة للغاية لذا يجب إضافة قطع مختلف من الطعام الجديد مع القديم لتغيير النمط الغذائي فقط لجعله ينتقل إلى إضافة جديدة من الطعام عليك أن تكون واعيا جدا أثناء معالجة متطلبات طعام طائرك إذا أعطيت الباجي جميع أنواع المذكورة دفعة واحدة فسيؤدي ذلك الإفراط في تناول الطعام ويؤدي إلى مزاج غير سعيد نحن جميعا ندرك جيدا تقلبات مزاج الباجي إذا لم يحصلوا أو حتى إذا حصلوا على كمية كافية فإن كلاهما يمكن أن يزعج الباجي عند تزاوج الباجي يحتاج كل من الضكور والإناث إلى الحصول على الكالسيوم بشكل يومي كما أنه مهم لصحتهم أو لصحة صغارهم كذلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة